اشتركوا في القناة في هذه المناسبة قالت سعادة السيدة سارة أحمد بحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سعداء جدا بإطلاق الجواز السياحي كدعوة للعالم لزيارة الملامة واستكشاف عرقة تاريقها وكنوزها الحضارية ووجهاتها السياحية المتميزة التي تجمع بين الأصالة والحياة العصرية وذلك في إطار احتفال الهيئة باختيار الملامة عاصمة للسياحة الخليجية للعام الحالي أضافت نحن ملتزمون بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم السياحة والترفيه على مدار السنة لاستقطاب المزيد من الزوار والسياح وإطلاق المبادرات النوعية التي تشجع الحركة السياحية وتحث الزوار على الإقامة في مملكة البحرين لأطول فترة ممكنة يتيح الجواز السياحي لحاملي زيارة 18 موقعا سياحيا من فئات مختلفة بما في ذلك المعالم الثقافية والترافية والشواطئ ووجهة الترفيه والطعام والمجمعات التجارية كما سيتم إجراء صحوبات في نهاية كل شهر على جوائز قيمة إذ ستتاح فرص الفوز لكل زائر بحسب عدد الزيارات التي قام بها لتحفيز السياح والزوار على القيام بأكبر عدد ممكن من الزيارات والاستمتاع بما يوفره كل موقع من مقاومات جذب سياحي مميزة وسيتمكن السياح والزوار من الحصول على جوازهم السياحي من مطار البحرين الدولي أو مجمع سيتي سنتر البحرين أو الأفنيوز وسيكون لكل موقع سياحي منصة لختم أكترونية لختم جوازات الزائرين والذي سيحتوي على شعار المنامة وعاصمة السياحة الخليجية